موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من قناة عدن الفضائية نستهل النشرة بأبرز العنوين رئيس مجلس النواب يتفقد عدد من المشاريع ويترأس اجتماعاً لسلطة المحلية والمكونات السياسية بمحافظة المهرى موسيقى الجيش الوطني يحرر جبل البياضة الاستراتيجي في مديرية رحبا جنوب محافظة مأرب موسيقى القوات المشتركة تسقط طائرة مسيرة تابعة للميليشيا الحوثية في سماء الجاح جنوب الحديدة موسيقى إلى التفاصيل أهلا بكم مجدداً ترأس رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني وبحضور نائب رئيس المجلس المهندس محسن باصرة ومحمد علي ياسر محافظ المحافظة لقاء الموسع الذي ضم سلطات المحلية بالمحافظة والمدريات وعضاء المجالس المحلية وعضاء المكاتب التنفيذية والقيادات الأمنية والعسكرية والشيوخ والأعيان وقيادات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والقطاع النسائي وبداية أخي المحافظ والزميلي الأستاذ محمد علي ياسر أنا سعيد كل السعادة والزملائي أن نكون في هذه المحافظة الطيبة طيبة أهلها وأن نكون معكم اليوم بعد أن قضينا يوم أمس وتعرفنا على المهرة على قل تقدير بلقاءاتنا أو تحركنا على الطبيعة وقبل أن أبدأ الحديث أقول لكم أنكم موضع تقديراً واحترام كبير جداً لدى فخامة الأخ الرئيس وكل القيادات السياسية بمختلف مكوناتها التشريعية والتنفيذية وأني إذ أنقل إليكم تحية فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي الذي يعطي للمهرة مكانة خاصة 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 أقولها وأنا أعرف ذلك معرفة كاملة والمهرة التي يقلها اليمنيون جميعاً ويتعايشون على أرضها أحباء المهرة التي حباها الله بالأمن والاستقرار وأدعوكم إلى الحفاظ عليه لأن ذلك في غاية الأهمية للبناء للتعمير للتعايش للمستقبل المستقبل الأبناء وبدونه كل شيء إلى زوال أشكركم وأشكر الإخوة الذين أتوا من مديريات بعيدة مدراء المديريات وأعضاء المجالس المحلية والقادة العسكريين وتقشموا متاعب السفر للحضور إلى هذا اللقاء الذي أعتبره لقاءاً أخوياً مفتوحاً سنناقش فيه كل القضايا وما تحبون أن تطرحونه سنكونوا قاهزين لاستماعه بعقل مفتوح وقلب مفتوح وإني لأول مرة أو ما كنت أتخيل أن للمرأة وضعاً خاصاً في هذه المحافظة وأنا أجدها في كل مرفق وفي كل مكان فتحية للمرأة التي لها المكانة الأولى والطولى في هذه المحافظة وشكراً للرقال الذين قبلوا بهذه المكانة وأعطوها حقها وهي تستحق أن تكون كذلك نعم أيها الإخوة ليس بغريب أن نكون في هذا اللقاء بهذه المودة وليس بغريب أن تكون المهرة بهذا الشكل وكما قال الأخ المحافظ نعم اليمن أولاً والمهرة ثانياً أو المهرة أولاً واليمن ثانياً ذلك هو الصح والصواب وعلينا أن نتمسك به إذا ما أردنا النقات موضوع التنمية والخدمات وقضايا المهرة نحن جاهزين لذلك والآخ المحافظ عطانا صورة واضحة وسنستمع منه أو سنطلب منه أن يعد لنا تقريراً حول ذلك الموضوع ننقله إلى القيادة السياسية وهناك بعض المشكلات التي طرحها الأخ المحافظ يوم أمس إن شاء الله نكون قاهزين للقلوس مع إخواننا في الحكومة ونعرضها على فخامة الرئيس وتحل بإذن الله لأن المهرة تستحق أن تعطى من كل تعطى حقها في الجانب المالي وحقها في الجانب السياسي وحقها في جانب الاهتمام وأعتقد أننا جميعاً مطلوب مننا أن نكون في المهرة برلمان وحكومة ورئيس دولة وقيادات تنفيذية ومجلس شورة المهرة أعطتنا صورة رائعة رائعة جداً وأعطت لليمن ولجيراننا في الخليق صورة مثالية لليمنين المخلصين الصادقين وللرجال الأوفياء المنتمين إلى أوطانهم الذين لم يفرطوا بتراب الوطن ولا بسيادته ولا أمنه ولا استقراره هذه قناعتنا لا نقولها من باب التزلف ولا من باب الإرضاء أقولها بصدق لأن الانطباع عندي كان جميلاً قبل أن أأتي إلى المهرة وتعزز بشكل قوي وواضح وقلي خلال يوم أمس واليوم وأنا أعيش معكم وفي أوساطكم وأنا واحداً منكم لم أحس أنني غير واحداً من أبناء المهرة وللمبادرة السعودية التي أطلقونها الأشقاء بكل حرص واهتمام وأنا هنا وفي هذا اللقاء أتوقه بأصدق آية الشكر لإخواننا في التحالف العربي وعلى راسهم المملكة العربية السعودية التي أختبرتم تعاملها وهو تعامل راقي جداً وأخوي وصادق وأمين نجد أنفسنا أمام مسؤوليات كبيرة ومسؤوليات قسام بالذات في الوضع الاقتصادي الخانق التي نعيشه الآن والذي لا تعتقد أننا لا نراه ولا نسمع به ولا نعلم أو كما يقول البعض أننا في الفنادق مرتاحين والشعب اليمني يغتلي بنار الأسعار ونار قيمة العملات نحن قزل لا تقزبنا الشعب اليمني ونحن أبنائه وبناته نحن أبنائه وبناته من رئيس الدولة الذي يتابع بكل اهتمام لأن هؤلاء مواطنوه وهو مسؤول عنهم بالدرجة الأولى فلن يتخلى أو ينام كما يقال ولا نائب الرئيس ولا رئيس المجلس النواب ولا مجلس النواب ولا الحكومة الظروف نعم قاهرة الظروف صعبة الظروف تحتاج منا إلى صبر وإلى تحمل وإلى وضع الحلول والمعالقات القادة والصادقة من أجل الخروج من هذه الأزمة الكارفية التي دخلت كل بيت بيت الأغنياء وبيت الفقراء وبيت المتوسط الداخل لم تبقي أحد إلا ونالت منه كما التقى رئيس مجلس النواب بالقيادات النسوية بمحافظة المهرة وممثلات عن الاتحادات والمنظمات والهيئات والقوى السياسية وتنمية المرأة وخلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة وعدد من القيادات النسوية من مختلف مديريات المحافظة يسمع البركان إلى القضايا والمتطلبات لتفعيل نشاط المرأة والعوائق التي تقف أمام تنفيذ مهامها وأنشطتها وسمع الشيخ البركان إلى نماذج من النجاحات التي حققتها المرأة المهرية والصعوبات التي تواجه المرأة في محافظة المهرة وأشهد الشيخ البركان بدعم سلطة المحلية بمحافظة المهرة ممثلة بمحافظ المحافظة محمد علي ياسر لقطاع المرأة من خلال منحها الحق بتقلد الكثير من المناصب وإدارة بعض المكاتب والإدارات بما يتناسب مع مؤهلاتها وقدراتها وأكد البركان على أن جميع المطالب والاحتياجات التي تخص قطاع المرأة سيتم أخذها بعين الاعتبار والرفع بها إلى القيادة السياسية والسعي من أجل تلبيتها وإيجاد الحلول المناسبة لها كما زار رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركان ومعه محمد علي ياسر محافظة المهرة مشروع الخط الناقل للمياه الذي يغذي مدينة الغيضة وضواحيها والذي ينفذ بتميل من البرامج السعودي لتنمية وعمار اليمن واستمع البركاني ومحافظ المهرة من مدير فرع المؤسسة العامة للمياه الصرف الصحي بالمحافظة مطر سالم كد إلى شرح عن مكونات المشروع المعوقات والصعوبات التي رافقت مراحل العمل في المشروع هذا ويعمل مشروع الخط الناقل على نقل المياه من حق الفوري إلى حق الجزع بطول 22 كيلو مترا وبلغت تكلفته الإجمالية 4 ملايين و800 ألف دولار وفي نفس السياق تفقد رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ومعه محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة سير العمل في مشروع مدينة المالك سلمان التعليمية والطبية بمدينة الغيظة الممول من البرنامج السعودي وخلال زيارة تفاقدية قال البركاني نعتز بثمرة من ثمار التعاون الأخوي بين بلدين العزيز بين بلدين العزيز وأشقائنا في المملكة العربية السعودية وهي مدينة الملك سلمان الطبية والكثير من المشاريع التي نفدتها المملكة وأضاف البركاني إن رابطة الدم والدين واللغة آتت ثمارها من خلال وجود العمل المشترك على الأرض في مجال البناء والتنمية والخدمات الإنسانية والمشاريع الإغاثية ومقاومة الانقلاب الحثي مضيفا أن مدينة الملك سلمان التعليمية والطبية خير شاهد على متانة وصدق العلاقة بين البلدين والتي تعتبر مشروعا استراتيجيا سيعمل على تخفيف معاناة المرضى في مدينة الغيظة وكافة مديريات المحافظة وسيقلل من السفر إلى المحافظات المجاورة لتلقي العلاج ثمار من ثمرة التعاون الأخوي بين بلدنا العزيز وأشقاءنا الأقلة في المملكة العربية السعودية مدينة الملك سلمان الطبية التي بدأت العمل فيها والمشاريع السعودية التي وضعنا حقر الأساس لها أيضا سفرة الطرق الداخلية في المدينة والخط الناقل كل هذا أمر استحق أن نقول لأشقانا في المملكة إن دم القربة والدين والدم واللغة قد أتى ثماره ليس من خلال التعاون فقط وإنما من خلال العمل المشترك على الأرض في مقال التنمية في مقال البناء في مقال الخدمات الإنسانية في مقال الإغاثة في مقال مقاومة الإنقلاب الحوثي وإن فخامة الأخ الرئيس عبد الرب منصور وعلاقته الوطيدة بأخيه خادم الحرمين الشريفين قد قعلت العمل المشترك بين البلدين على وجه الأرض يؤدي ثماره ونتائجه الإيجابية والمدينة الطبية بمرحلتها الأولى التي هي خلفنا وستمتد أو ستنفذ المراحل الأخرى ستكون شاهدا عملاقا على متانة هذه العلاقة وعلى عظمها وعلى صدقها وعلى أن ما تنفذه المملكة العربية السعودية ليس مقرد يافطات يكتب عليها اسم مشروع ولا يوجد مشروع وإنما مشاريع موجودة على الأرض ستخلدها الأقيال وستخلدها ذاكرة الأقيال أيضا وأن الناس يترددون عليها صباحا مساء لينالوا من خدمتها لينالوا من عطائها ولذلك فإن باسمي وباسم زملائي العظام قرس النواب وباسم القيادة السياسية مثلتا من فخامة الأخر رئيس باسم الحكومة باسم أبناء المهرة الأبية نتوقه لخادم الحربين الشريفين بأصدق آيات ولي عهده الأمير الأمير محمد بن سلمان بأصدق آيات التحايا والشكر والتقدير والثنى والعرفان ونقول لهم أن نكون في أعماق قلوبنا وأن كل عمل تقوم به المملكة مقدر تقديرا عاليا وأن الأصوات النشاز التي هنا أو هناك ترفع أصواتها لن تغيّم في سماء العلاقة اليمنية السعودية على الإطلاق ولن تفسدها مهما كان الأمر لأن عملا في الميدان خير من ألف كلمة في الميزان على ذات الصعيد تفقد رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ومعه محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة مدرسة الدرعية بمدينة الغيظة التي نفذت بتمويل من البرامج السعودي لتنمية أعمار اليمن وخلال الزيارة طف الشيخ سلطان البركاني محافظ المهرة والوفد المرافق لهما بأقسام المدرسة ومكاتب الإدارة والمختبر وقاعة الحاسوب ومستمعين من إدارة المدرسة إلى الطاقة السعبية للمدرسة وقدرات الطاقم التدريسي وقدم الشيخ سلطان البركاني محافظ المهرة شكرهما وتقديرهما لقيادة حكومة المملكة العربية السعودية على الدعم المستمر لليمن عموما والمهرة على وجه الخصوص والإسام بالنهوض بالعملية التعليمية والرقيبها هذا وتحتوي المدرسة على 12 فصلا دراسيا للمستويين الأساسي والثانوي للبنات وتسعب أكثر من 300 طالب وتعتبر صرحا هاما لتحسين العمرية التعليمية وتخفيف الضغط على المقاعد الدراسية بسبب استقبال المحافظة لألاف النازحين من مختلف أنحاء الجمهورية وتعد المدرسة واحدة من ضمن ثمان مدارس مولها البرامج السعودي لتنمية وعمار اليمن أشهد رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني بما قدمته سلطة المحلية بمحافظة المهرة بقيادة محافظ المحافظة محمد علي ياسر من إنجازات على مستوى الطريق بالمحافظة الطرق بالمحافظة جاء ذلك خلال جولة دولة رئيس مجلس النواب في شوارع وأسواق عاصمة المحافظة الغيظة بعد عودته من زيارته التفقدية لمديرية حوف التي رافقه فيها نائبه المهندس محسن باصرة ومعالي الأستاذ محمد علي ياسر عصر أمس وأثنى البركاني على ما تقدمه سلطة المحلية بقيادة المحافظة بقيادة محافظ المحافظة بن ياسر من إنجازات على مستوى الطرق ومشروع إنارتها بطاقة الشمسية الذي ضم مدينة الغيظة ومدخل بعض المناطق والمديريات وصولا للأنفاق وبناء الجسور والمتمثلة في جسر وادي الجزع كما أشهد البركان بالأمن والاستقرار الذي تعيشه محافظة المهرة خصوصا في ظل الحرب والأزمات التي تعيشها البلاد يذكر أن سلطة المحلية بمحافظة المهرة بقيادة المحافظ بن ياسر عملت وما تزال تعمل على تنفيذ المشاريع الخاصة بالطرقات الداخلية الرابط بين المديريات وإنارتها باستخدام طاقة الشمسية ناقش رئيس مجلس الشورى دكتور أحمد عبيد بن دغر مع عدد من عضاء مجلس النواب بمحافظة الحديدة برئاسة رئيس الكتلة البرلمانية لمحافظة الحديدة الشيخ هبت الله علي شريم الأوضاع التي تعانيها محافظة الحديدة جراء انقلاب ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا واستعرض اللقاء سطوى ميليشيا الحوثي على الموارد المالية والاقتصادية في الحديدة وممارسة تجويع أبنائها وعدم التزام الميليشيا باتفاق السكون وضرورة التدخل الدولي للحد من الكارثة البيئية والصحية المحدقة نتيجة رفض الميليشيا الحوثية السمحة للفريق الأممي بفحص معاينة ناقلة النفط الصافر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي حدوث الكارثة وما يمكن أن تسببه من أضرار في البيئة البحرية للمياه اليمنية والدول المطلة على البحر الأحمر وخلال اللقاء شار أعضاء مجلس النواب إلى أن التهامة والحديدة تعرضت لظلم مجحف منذ عقود طويلة من الزمن مؤكدين ثقتهم الكبيرة في فخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي بإنصاف أبناء اتهامة في المرحلة الحالية مطالبين بتطبيق مخرجات الحوار الوطني وفي أساسها قيام الدولة الاتحادية من ستة أقاليم منها إقليم تهامة تلك التي يدافع عنها أبناء اليمن قال معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة أن الذكرى الأولى لقيام ميليشيا الحوث المدعومة من إيران بنفي ستة من أعضاء طائفة البهائية بينهم حامد بن حيدرة زعيم الطائفة على خلفية معتقداتهم الدينية في جريمة تهجير قسري تجسد نهجة وثقافة وسلوك الميليشيا تجاه الأقليات والحريات الدينية ومساعيها للإطاحة بقيم العيش المشترك بين اليمنيين وأضاف الإرياني أن أعضاء الطائفة البهائية تعرضوا لإرهاب منظم من ميليشيا الحوث الإنكلابية من اقتحام للمنازل ونهب للأموال والممتلكات واختطاف وإخفاء قسري وتعذيب نفسي وجسدي ومحاكمات تعسفية وأحكام بالإعدام وحرمان من الحقوق السياسية والإنسانية وآخرها جريمة التهجير القسري وأكد البركاني أن ما تتعرض له الأقليات الدينية ومنها الطائفة البهائية من إرهاب حوثي لا يقل بشاعة عن نهج الجماعة الإرهابية الجماعات الإرهابية وطلب البركاني المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بتكثيف الضغوط على ميليشيا الحوثي لوقف كل أشكال الملاحقة والتضييق على الأقليات الدينية ومحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات على أساس الفكر أو الدين أو المعتقد الأخبار الميدانية نبدأها من مأرب حيث تمكنت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية من التقدم في جبهة رحبا جنوب محافظة مأرب وأضح مظرا عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن أبطال الجيش الوطني مسنودين برجال المقاومة الشعبية نفذوا هجوما خاطفا تمكنوا من خلاله تحرير جبل البياض للسراتيجي في جبهة رحبا وكبدوا ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والمعدات وأضاف المصدر بأن مدفعية الجيش استهدفت معدات قتالية للميليشيا ودمرت طقما يحمل عيار 23 ومصرع جميع من كانوا على متنه من عناصر الميليشيا الحوثية بتزام أن استهدف طهران التحالف بعدة غارات جوية تجمعات ومواقع متفرقة للميليشيا الحوثية في جبهة الكسارة والمجح غرب مأرب ما أسر عن تدمير عدد من الآليات العسكرية وخلف قتل وجرح من عناصر الميليشيا ميدانيا أيضا حيث سقط ثمانية عشر عنصرا من ميليشيا الحوثي الانقلابية بين قتيل وجريح وجرح بمواجهات مع أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن مجموعة من ميليشيا الحوثي الانقلابية حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية غرب جبهة الخنجر إلا أن أبطال الجيش الوطني كانوا لها بالمرصاد وأكد المصدر أن المعارك انتهت بفرار الميليشيا الحوثية بعد مصرع وجرح ما لا يقل عن ثمانية عشر من عناصرها إضافة إلى تكبرها خسائر أخرى في العتاد وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش سهدفت تجمعات الميليشيا في مواقع متفرقة بالجبهة وألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد من ضمنها تدمير عربة مدرعة وطقم ومصرع جميع من كانوا على متنهما بالإضافة إلى السعادة أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفت عناصر الحوثي قبل أن تلوث بالفرار تحت ضربات أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أسقطت القوات المشاركة طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي في منطقة الجراحة تابعة لمدرية بيت الفقي جنوبي محافظة الحديدة وأفقى لمصادر عسكرية أفادت أن وحدات من اللواء 12 عمالقة رصدت تحليق طائرة مسيرة الحوثية في سماء المنطقة وتمكنت من إسقاطها بنجاح وأوضحت المصادر أن طائرة المسيرة الحوثية هجومية وتحمل قذائفها وانعيار 60 يأتي ذلك في سياق الخروقات والانتهاكات المتكررة لميليشيا الحوثي للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة التي تسعى الميليشيا المدعومة من إيران لنسها في ظل صمت دولي مطبق أسشد وأصيب 28 مدنيا بينهم نساء وأطفال من سكان مناطق الحديدة وتعز بالساحل الغربي خلال شهر يوليو المنصر بنيران ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطار سلسلة جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين وكشف مصدر طبي أن المستجفيات في المناطق المحررة بالساحل الغربي استقبلت خلايا خلال شهر يوليو 28 مدنيا 28 مدنيا مصابا بمختلف أنواع الأسلحة الحوثية بينهم طفلان وامرأة منهم ثلاثة شهداء وأشار المصدر إلى أن معظم الضحايا كانوا من مديرية الدريهمي إذ بلغ عددهم 17 مدنيا فيما توزعت بقية حالات الضحايا على مديريات موزع حيس والمخا انتزع مشروع مركز الملكس المالي لغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الأرغام مسام 1240 لغما خلال أسبوع الرابع من شهر يوليو المنصرم التي زرعتها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا بعشوائية في المناطق السكنية والمدارس والطرقات في مختلف المحافظات وأوضح المركز في بيان الله أن الألغام التي انتزعها تنوعت ما بين 7 ألغام مضادة للأفراد و 894 لغما مضادة للدبابات و 336 ذخيرة غير متفجرة و 3 عبوات ناسفة مشيرا إلى أن إجمالية ما تم نزعه من الألغام منذ بداية المشروع بلغت 265 ألفا و 37 لغما في حين واصل الفريق تطهير الأراضي اليمنية والتصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني جددت مصلحة خفر السواحل تحذيرها للمواطنين من السباحة في شواطئ محافظة عدا وأبيا و شبوى و حضر موت والمهرى و ذلك بسبب الرياح الموسمية و اضطراب البحر و ارتفاع أمواجه و أشرت المصلحة إلى أنه رغم التحذيرات و الجهود المفذولة من قبل المصلحة و بمشاركة السلطات المحلية في المحافظات المذكورة للحد من الغرق إلا أن حالات الغرق لم تتوقف منذ بدء الموسم الشهر الماضي نتيجة الاستهتار بالتحذيرات و عدم انصياع الكثير من الشباب و أولياء الأمور و عدم التزامهم من التحذيرات و أهبت بمرتالي الشواطئ في المدن المذكورة بعدم استباحة خلال هذا الموسم الآن تيلة حالة الطقس و درجات الحرارة خلال الـ 24 ساعة القادمة لمشيئة الله تعالى اشتركوا في القناة 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 رئيس مجلس النواب تفقدوا عدد من المشاريع واعترأسوا اجتماعا لسلطة المحلية و المكونات السياسية بمحافظة المهر الجيش الوطني حرر جبل البياض للسراتيجي في مدرية رحبة جنوب محافظة مارك والقوات المشاركة تسقط طائرات مسيرة تابعة للميليشي الحوثية في سماء الجاح جنوب الحديدة انتهت النشرة مشاهدين الكرام قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية هذه تحية من طاقم العمل إلى اللقاء إلى اللقاء